قد تكون فاسيليسا إرماكوفا ما زالت في سن صغيرة جدا إلا أن هذه الطفلة الروسية البالغة ست سنوات قد صنعت اسما لنفسها في رياضة سنوبرد تمضي فاسيليسا خمس ساعات يوميا في التدرب على منحدرات جليدية خارج موسكو وحتى أنها حطمت عددا من الأرقام القياسية الوطنية لديها فرصة كبيرة لأن تصبح بطلة روسية أولمبية وربما ستكون الفائزة بالأكس جيمز في الصيف تسقل فاسيليسا مهاراتها على لوح سكيتبورد وقد سجلت رقما قياسيا في مجموعتها العمرية للنزول بسرعة 48 كم في الساعة إلا أن ذلك الرقم القياسي لم يدخل موسوعة جينيس لأنها صغيرة جدا